السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة كليكوك معكم مرين بركات وحلقة جديدة من سلسلات فطور صحور واشا في دقائق معدودة الحلقة الثانية عشر وكنشكركم دائما على التعليقاتكم طيبة وعلى متابعتكم ستكون اليوم واحد عجينة بالمملاحات رائعة رائعة جدا سنحاول اعطيكم المقادر هنا بالجرام وايضا بكاس العنباء سنحتاج 150 جرام يعني كاس عنباء 4 دقيق نضيف لها الماء هذه كم مرحلة اولى 200 ملل لتر سنضيف الملحة والخامير واحد مع القاس صغيرة 200 ملل لتر يعني كاس وربع وغادي نزيد واحد مع القاس صغيرة دي اللاسلغي بشك تضطينا اللون هكذا محمر زوين العجينة ومن بعد نخلط المكونات كاملة كتكون العجينة جارية وكنخليها تخمر بحل البغرير ومن بعد تقريبا واحد ربع ساعة ونحضر الحشو ديالي لانا غنحشوها مباشرة عندي هنا اي حشو ديرو عندي غيل فلفلاء مع شوية ديال البصل مع الثوم مع زيت الزيتون ونريد شحر واحد شوية ورق سيدنا موسا ومن بعد غضي ندفو العلفة ديال الطونا وغادي نخليوها احتى تبرد هنا كتشوفوا العجينة ضغيية كتخمر كيباش كتولي الشكل ديالها بعد نضيف لها باقي المكونات نضيفها جوش كيسا عنبا هنا عندي 4 كاس زيت اي 50 جرام دقيق كما قلت جوش كيسا عنبا يعني 25 جرام واحد معلقة صغيرة ديال حليب بودرة ممكن تجنوها بحليب واتفادوه ماشي مشكل كتخليوها شوية لديدة لديدة هاد العجين كنا عجنوها هكذا مزيان تكتولي متماسكة كتبقى شوية خفيفة وغادي ندر واحد شكل ديال فاطيره يعني هو متداول صراحة يعني مشي من البشكار ديالي ولكن كيجي المنظر ديالها زوين بزاف كنا نقسمها هكا الكوريات صغيرة وكنبسطوا كل كورية هكذا من الأفضل تبسطوا كل شي في دقة وتبدو تعمروا كتجي ساهلة ضغية 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 كتخليوها شوية لاجينة اغلادة يعني مشي خيقة سافلوك تبدو تعمروا كل شي لالكوريات ومن بعد كتتسدوها هاد شكل هادا هادا هو العدد اللي كيكون ديال الكوريات فاشلت يكون واحد الوردة زوينة في الشكل من بعد كنسدهم كتلاحظو كنسد كنخلي وحدة صغر من الاخرى يعني كما كنسدش عليها نيشا سوف نشكلها هكا بحلوة ريضة بواحد الايطار ولا فأي مول عندكم فأي شكل ديرو أنا غاك عنطاكم فكرة وانتوما يعني ديرو اي شكل بغيتو كنده هنا هكذا شوية بلبيت كندخلها لفران تبقى واحدة 25 دقيقة فرن نسخن على ميتين بعد كنزلها شوية على 180 دقيقة كي تحمر ليا وكي يجدها وشكل ديالك تجيرها اعاول لديدة لديدة كم صحكم انكم تجربوها ومن بعد غادي ننزل ونحضره نحضر واحد الكيش بالخضر سوف نحتاجه فيه بيضات واحد كاسع نبه معه مرش ديال الحليب وكاسع نبه معه مرش ديال الكخيم ممكن تديره غير حليب يعني مئة مليل لتر مئة مليل لتر بجوش بهم وغادي نزيد بودرة سوم بودرة البصل الملحة نسمي هذه الخليطة الرائع جداً هذا هو غيب الخضر كي يجيو لدات قصبر يعبس وشوية ديال الرباع ونخلط المكونات يعني نسموه بأي شكل بغيته نزيد 51 قرام ديالتخيق تقريباً نقول واحد نسكاسع نبه ونحرك المكونات مزيان نتحنها من الافضل بميكسر ونزيد الجبن يعني اي جبن عندكم اللي توفر لي القوية غير افضل ما كان يشرب مش مشكلة يعني اي جبن اي خضره بغيته وشوية ديالقرعة خضره وشوية ديالخيزه نحكهم ونضيف لهم بودرة التوم نزيد شوية ديالقصبر اللي ما عندهوش بودرة التوم لا يدير غيته وما هكا فسي اجنوره مش مشكلة وغادي نزيد شوية ديالبزار وشوية ديالقصبرية بسنتية جميلة نضيفه دائماً شوية ديالساسات السوجة ونحكى لهم واحد شوية ديالزاسر رائع هاد الخليط هدا بالخضر يعني كتحقروه ولكن نتيجة لديد بزاف من بعد كان نديروا هكا فقواليب ممكن نديروا قلب كبير ديالكيش ممكن نديروا هكا صغيرة كما يعني درتم مش مشكلة وتلاك خيمة ماشي ضرورية ممكن تديروا الحليب ولكن نزيد شوية ديالدقيق يعني ندخلوا من الفران واحد ثلاثين دقيقة سوف نحضروا تاكوس انا النوغاتس ديالا عندي في القناة ولكن نعطيكم هنا واحد المقطع باش ما اتطرروا ترجعوا للفيديو سوف نديروا تاكوس بالنوغاتس سوف نحتاجوا فيه الكيمية هنا عندي ديال الدجاج سوف نضيف لها شوية ديالربيع مع القدير الزبدة وسوف ندير تاور باللي عندي سوف نكتبه لكم أسفل الفيديو شوية ديالتقيق وأصفر بيضة بودرة بودرة البصل كندير فيه تحميرة شوية ديالبزار وكنطحنها كاملة وكنديرها هكذا في القنجلاتر بعد قطع قطع كما بغيت وكندوزها في البيض والطقيق سوف نقوم بالروابط اللي بغي يشوفوا هكذا يعني بشوية انا زر ربت لكم غير باش ما اتطرروا ترجعوا لكي ممكن ارجعوا يشوفوا الروابط حاولت نعطي لكم هنا نوغاتس ديال الدجاج سوف نحتاج للسوس بيرجر والسوس بيقي والالجيريان ممكن ديروا سلصة الجبن اللي مبغاش يدير البيقي كان هنا شو ديال البطاتس هذا ليس مقليا يعني كنت اريد الفرائي بلا زيت وعندي جبن مربعات كنت احضرهم مروا لانه ملت البلر يعني الطاكوس محبب عندهم كنت احضر هنا كنت احضر السوسة كنت احضر القطع ديال النوغلس كنت احضر البطاتس هكذا وكننصدوك هنا عندي فيديو في القناة لطريقة تحضر الطاكوس يعني من يد محترفين كنتصورتها في مطعم مازانو سوف نحطيكم الرابط ايضا اسف الفيديو كنت احضره بها الطريقة العجين ديال التاكوس هو عندي في القناة اللي ممتوب فرش له هو كيبقى في المجمد ممكن نشريه وتخليه في المجمد كنت احضرها في الالة البانيني عندما نحضر الشو ربا ديال الطماطم تهيط البطلية عندما نحضر شو ربا ديال البورو نشحرهم هكذا مزيان قطار عشوائية لان انا سنتحنها من بعد ونضيف الطماطم موضوع شربة الطماطم قطار لدي 1 كيلو تل كيلو ونضيف الماء كل ما احضر العطري ديال الجيش البزار الملحة ونضيف بودرة الطوم ونخلط انه لا توابل كثيرا كيف يقل المطاق ديالها انا اساسي هو البازيليك او الريحان إلا ما احضر طريق انا احضر احضر طريق في هاد الشربة وللقيتو هو يعني الطري رامل افضل افضل ايجي معها من بعد كنطحنها مزيان كجلد هاد الشربة ديال التماطم من بعد كنحركة كنزيت زيت زيتون وكنزيت تل شو ديال الكريمة ممكن تدروا جبن مربعات وطحنوها ماشي اشكالية وكتبقى هادي هي الاطباق النهائية وكين العصير ديال الحامض وهناي عندي الكيش جليتة هو كنزينو تاكوز تهوية وسلطة دائما حاضرة عادية يعني بلي بك يبقى شيء الوقس رحزا كندي سلطة عادية مهم كتكون الخضار حاضرة فيها شو ديال الجبن طماطم هكدا صغيرة والفاطيرات هاد وشكل ديال اللي كان حييد لها الاطار كتجي تهياء رائع رائع جدا في المدق كانت دائما تطبيقات ديالكم اللي كانحطها على انستغرام وايضا على الفيسبوك وانتظروه لاحقا غادي تكون موائد مختلفة ان شاء الله بأفكار مختلفة وغادي نحتاجون دوزول للعشان ندير واحد البصلة في المقلع هاد الطبق مشهور عن الفرنسيين كيسميه الغوقاي ولكن احنا راك نحضروه غير كل واحد وطريقة ديالو غادي نديرو فيها شو ديال صوسيس مع البصلة اللي كانت شلد نزيدو الطماطم هكا منقية ونقطعها مربعات كي يجي رائع جدا كنزيدو شو ديال الملحة من وطحت واحد الحبار حيتها كنزيدو شو ديال خرقوم كنزيدو شو ديال بزهر وهنا عندي القصب الريابس كنزيد شو ديال سكنجبير وكننحرك المكوناس كاملة كنزيد عليها بلا ما نضيف الماء غي كنزيد عليها وكنننقس البوطة وكننخليه يطيب شوهيني هاد الشي كنت تحضروه في اخر دقيقة طبق سهل سريع ولكنكي جيد من بعد من كي كنحس به المطيشة ديالي طابت بلا ما ندير طماطم ماذا منحتاش كنزيدو شو ديال زعفران ومن بعد كنضيف هاد الليزاريكو روج او الفاصولي الحمراء كننضوز نحضر واحد البوري دائما كنخلط فانا شو ديال خيزو مع البتاطا كنخليهم يتابون زيان ضيف الزبدة شو ديال ديال نبسي بيسا معها كالجلدي ضف لبوري كنضيف شو ديال ملحة البزار وكن نضيف الكريمة اللي ما عندوش الكريمة غادي ديال غير الحليب بمعز بطره كافي غير يلا كخيم كتع واحد المادة بزوين من بعد كنخلط المكونات مزيان باكا وكن نقدم البوري ديالي مع القرقاي بالصوصيس كالجلدي ده بزاف و غادي ندوزون اه ادو مرة ندروا احلية غادي ندروا احصير تلبية طلبات الى الاسيدات كي بغوينوا نوعوا في العصائر يعني عاصر كنت حطيته سابقا على القناة عاصر ديال الجزر والبرتقال كي جيته هو ديد بزاف لمحبي تغيير بالطبع في العصائر دائما على مائدة الافطار كنحتاجون هنا عاصر ديال البرتقال كنضيفوا له الماء ديال الخيزو ليس لقنا فيه يعني كنسلقو الخيزو نضيفه الماء نضيفه بالطبع هناك كائن غير فانيليا ونضيفه الجبن ممكن نضيفه مع القديل جبن عادي هذا الكريم يكون أفضل أو ممكن نستخدمه تبير لي ونضيفه نضيفه على جوج مرات ممكن تلك الليمون ونضيفه عصر الليمون تأسره مع الماء ونضيفه تبقى هذه هي الأطباق اليوم التي قدمناها شكرا لكم على المتابعة نتظر دائما تطبيقاتكم على المجموعة فيسبوك وأيضا الأستغرام الخاص ديلي خليت لكم الراحة تقبل الله صيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله